سلام الله عليكم الليلة جئتكم بفيديو أنا أول مرة أنشر هذا الفيديو عن عذاب القبر ولن أستدل إلا بكتاب الله ولن أستدل إلا بالآيات الواضحات البينات التي لا تحتاج لا إلى تأويل ولا إلى تفسير ولا إلى شرح آية على ظاهرها للرد على الزنادق والملاحدة ومنكر السنة وكلهم يعني هم على كل حل الكفر من الله واحدة نبدأ على بركة الله بآية الأنفال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبرهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد هنا الآية تتكلم عن ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا إذ يتوفى الذين كفروا يعني الموت الفجأة يعني هذه الموت تأتي بغتا بدون يعني انذار تأتي بغتا إذ الفجأية يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبرهم وذوقوا عذاب الحريق يعني عذاب الحريق عند بعد ما تخرج الروح يبدأ عذاب الكفار هذه واحدة هذه الأولى في سورة الأنفال والثانية في سورة محمد فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبرهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يعني يتتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبرهم هذه في سورة محمد وفي سورة الأنعام ماذا يقول الله سبحانه وتعالى يعني ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت يعني في سكرات الموت يعني مباشرة عندما ينتقل من عالم الشهادة إلى عالم الغيب عالم الشهادة هذا الذي نعيش فيه نحن لأن العوالم خمسة عوالم عالم الأرحام وعالم يعني عالم الأرواح وعالم الأرحام وعالم الدنيا وعالم البرزخ وعالم الآخر خمسة عوالم لأن الله خلقنا يعني كما قال يعني يعني أخرج من ظهورهم يعني ذريتهم وأشهدهم ملست بربك مقالوا بلى أشهدنا في سورة الأعراف يعني تلفت عليه الآية يعني غابت التعليل الآية لكن عرفها في سورة الأعراف هذا في عالم الأرواح أرواحنا كلها مخلوقة عندما صح الله ظهر سيدنا آدم وأخرج منه ذريته يعني إلى يوم القيامة هذا يسمى عالم الأرواح وبعدها عالم الأرحام يعني البيبي لم يكن في رحم أمه ثم عالم الدنيا اللي هو عالم مشاهدة يعني والعالم الوحيد اللي هو عالم مشاهدة هو عالم الدنيا الذي نعيش فيه عالم الأرحام يعني لا نعرف عليه إلا القل القليل من العلم والبيبي لا يعلم عنه أي شيء يعني 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 ما زاله يتكون جنين وعالم الأرواح هو ما قبل يعني 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 هذا الذي نحن نعيش فيه هو عالم المشاهدة وعالم البرزخ عالم غيب فأصبح هو في عالم المشاهدة الذي هو البرزخ يعني عالم الغيب وأصبح عالمنا المشاهد هو عالم غيب له لأنه لن يعود إلى الدنيا فانتقل يعني يعني من عالم الشهادة إلى عالم الغيب ولو ترأي ذي الظالمون في غمرات الموت والملائك تباصط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون هنا ولو ترأي ذي الظالمون في غمرات الموت يعني في ساكرات الموت والملائكة باصطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم يعني عند في ساكرات الموت تجزون عذاب الهون هذه الآية الثالثة من سرطة الأنعام يعني وقال المفسرون باصطوا أيديهم باصطوا أيديهم يعني وتضربهم يعني قال المفسرون في هذه الآية أن الظالمين في ساكرات الموت تقبض الملائكة وأرواحهم وتضربهم وفي سورة سورة غفر الذي يقول لي يعني آية سورة غفر يعني ليس دليل على أن يعني فيها عذاب القبر هذه والله فيها فيها دليل عذاب القبر يعني واضح يقول لك يعني العرض على النار ليس ليس عذاب تعالوا نعرضك أنا كل يوم على النار نشعل النار ونحطك عليها بجنبها ما غير ما ندخلك في وسطها النار فقط نخليك بحدها لسطك لها وهذا تشوف عذاب ولا مش عذاب هذا معنا نار الدنيا نار الدنيا يعني يعني في أي في أي لحظة تستطيع الهروب لكن لما تكون في القبر وتعرض على النار صبح وعشية فهذاك الخوف فقط مجرد يعني العرض تعرض على النار وتعرض روحك يعني مش كما في الحياة الدنيا تستطيع يعني الهروب أو يعني المراوغة يعني والتخلص من النار في القبر ما عد عندك يعني حتى سلطة وحتى قدرة فعرضك على النار والله من أكبر العذاب عذاب نفسي وعذاب جسدي الاثنين مع بعض سورة غافر ماذا يقول فالله سبحانه وتعالى فهمتني النار يعرضون عليها غدوم وعشية ويوم القيامة ويوم القيامة يدخلوا آل فرعون أشد العذاب هم أغرقوا كقوم يعني سيدنا نوح عليه السلام أغرقوا فأدخلوا نار مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار مباشرة الغرق ثم تدخلوا للنار وكذلك قوم فرعون أغرقوا فأدخلوا النار لأنهم أغرقوا في الحياة الدنيا والنار يعرضون عليها غدوا وعشية غدوم وعشية يعني في الصباح وفي العشية هل يقول لك ما فهمش يعني حياة في القبر وما فهمش عذاب قبر وما فهمش حياة في القبر هذه آية تقول لك الصباح والعشية يعرضون عليها يعني في الصباح وفي المساء عندهم أيام وليالك يعني لكن لا نعلم كيف يتهى وكنهها يعني هذا ذا الوقت وهذه الأيام النار يعرضون عليها غدوم وعشية ويوم القيامة لأنه في الدنيا لم يعرضوا على على نار غدوم وعشية إنما في الحياة الدنيا أغرقوا في النار أغرقوا في اليم وبعدها قال الله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب يعني هذا عذاب في الدنيا يعني في البرزخ ويوم القيامة أشد العذاب لأنه يقول في أخرى في سورة القلم نون وكذلك العذاب ولا عذاب الأخيرة أكبر لو كانوا يعلمون وفي سورة السجدة يقول ولنذقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون العذاب الأدنى هو في البرزخ أو في الحياة الدنيا دون العذاب الأكبر يعني في الآخرة لعلهم يرجعون وهذه فهمتني والله أعلم يعني في الحياة الدنيا لأنه يعني لعلهم يرجعون يعني عن غيهم ويتوبوا والقبر ما فيه اشتوبة هذه الآية والذي يقنه من عذاب الأدنى دون عذاب الأكبر في الحياة الدنيا وليست في عذاب القبر هذه ما عندها حتى علاقة بعذاب القبر لأنه قال لعلهم يرجعون والذي مات يعني لا يرجع إنما الذي يذقه له من عذاب الأدنى في الحياة الدنيا يبتليه أو يصيبه بابتلاءات لعله يرجع على الحق ويرجع عما كان عليه من باطل وكما قلت لكم يعني آل فرعون أغرقوا في في اليم والنار يعرضون عليها غضوم وعشية هذا في عذاب القبر والذي يقول لي يعني هو لا مجرد يعني عرض بدون يعني يعني ادخاله من النار العرض يعني كأنك تشوي دجاجة يعني صلي سيصل نارا كبرى الصلي هو يعني العرض على النار لأن يعني الدجاجة يعني عندما تصليها أنت لا تدخلها في النار لا تشويها في النار إنما عم بعد يعني بالصهد يعني بحرارة النار وكذلك لفرعون صلي يعرضون عليها أنت لو عرضناك يعني على النار في الصبح وفي العشية كتفناك وأقربناك من النار والله سوف تبكي الدم يعني بدل الدموع وتقول لي هذا ليس عذاب والله هذا من أكبر العذاب هذا من أشد العذاب ومن أشد أنواع العذاب يعني فهمتني العرض على النار والله المستعان نصد الله أن يجيرنا من من عذاب النار ومن عذاب القبر ترجمة نانسي قنقر